مساء الجمال سعد سمير ورامي ربيعة طبعا محترامي لشخصهم اتنين اللعبة محترمين رامي ربيعة محترم جدا ولعب كويس قوي سعد سمير برضو مساك ممتاز ودمه خفيف بس سعد سمير بيقول نكت اكتر ما بيلعب في النادي الاهلي اللعب القورة في اي نادي كبير نادي ببقى مطلوب منه بطولات لازم يبقى جاهز لأي مباراة احنا انا كمدير فني في مقولة دايما بنقولها انا بلعب 34 مباراة في الموسم انا عايز لعب مستوى 70% تاني لعب مستوى 70% ولكن يبقى جاهز في اي وقت من ال34 مباراة ينزل احتياطي يبدأ المباراة يبقى جاهز احسن عندي وافضل من لعب عنده 100% موهبة ومهارة ولكن بيلعب لي 34 مباراة في الموسم لا انا اخد اللاعب اللي عنده 70% مهارة ولكن ملتزم الاصابات اللي فيها سعد سامير ورمي ربيعة يتبقى ياما هو مش ملتزم ياما هو مش محزوز الحالتين هو ما بيفدش النادي سواء مش محزوز او سواء مش ملتزم فانا ما عرفش النادي الاهلي لسه مقعدهم لغاية دلوقتي معاهم ليه ربنا يكرمهم في عندها تانية ويخفهم ان شاء الله ولكن واخدين مكان لعيبة كتيرة في التأييد او في الليح يعني فلاحة الفريق فهضرب مثلا بمحمد نجيب محمد نجيب لعب في نادي الاهلي سنين طويلة ما كانش اساسي ولكن اي وقت كنت بتحتاجله بتلاقيه اي وقت سواء اللعيبة وقف اللعيبة صاب من الاساسيين بتلاقي محمد نجيب يلعب وفضل معاك لغاية سنه كان 35 او 36 حاجة محترمة يعني برضو اي من اشرف اقل منهم اي من اشرف قد كده اقل منهم مستوى في المكان ده اي من اشرف اصلا بك شمال ولكن مفيش مباراة بتحتاج فيها اي من اشرف الا بتلاقيه مساك لدرجة ان هو تاخد منتخب مصر في المكان ده في المساك لعب الكرة قبل ما يبقى لعب كرة لازم يكون ملتزم اكبر دوري في العالم الدوري الانجليزي لما بيجي لعب يخش جوه الدوري او جوه الدولة من بره انجلترا لازم يكون لعب في منتخب بلاده في اخر سنة اكتر من سبعين في المية من المباراة يعني لو لعب في منتخب مصر هيروح يحترف في الدوري الانجليزي لازم يكون لعب دولي ومش جولي وبس اخر سنة اخر سنة لو هيروح فيها لازم يكون لعب لو المنتخب مصر لعب عشر مباراة مباراة لازم هو يلعب سبع مباراة او تمن مباراة او اكتر يعني يبقى لازم يلعب كمان اساسي في المنتخب ليه علشان ما يجي في الدوري الانجليزي الدورة الانجليزية التسويق بتاعه يرتفع التسويق بتاعه ما ينزلش التسويق بتاعه ما يقلش لازم يبقى لاعب صوبر فالاندية الكبيرة برضو كده الاندية الكبيرة بيشوفوا لاعب لاعب في ناديه قبل ما يشتروا يعني النهاردة اي لاعب مصاب لم يجي يدبع في نادي يقولك ايه لا لا مش هناخده اصله اصابته كتيرا يا عمد ده مصاب غصبا عنه ايوة ماشي ربنا هنش فيه بس مش هيفدني انا كنادي عشان كده انا مصغرب النادي الاهلي انا الكلام ده على فكرة قلته السنة اللي فاته اللي قابليها وده ربط مثلا بايمن اشرف اقلهم طول واقلهم قوة ولكن هو بيلعب والنادي الاهلي على طول ايمن اشرف متواجد وهم مش متواجدين ليه لهم يلعبوا مطش ويجيبوا عشرة ودي مش في صالح الفريق ربنا ايش في كل المريض وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تانية ان شاء الله اعمل لايك للفيديو والشرك في القناة انا ما بتكلمش على ربيعة وساعد سمير انا بحب كل لعبة القرى ولو هيدوا جايزة احسن واحد في الدنيا يحب اللعبة ويحب يساعدهم الحمد لله العبد لله انا بحب جدا لعب القرى ولكن انا بقول لان هم قعدوا كتير قوي في النادي الاهلي سنين طويلة مصابين على طول ما بلعبوش ومع ذلك بيتأيدوا على طول دي غريبة يعني شكرا اشتركوا في القناة